مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله اليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة ليوم غد الأحد تبقى المملكة تحت تأثير الكتل الهوائي البارد لذلك تبقى الأجواء باردة نسبيا وأيضا هناك فرصة لسقوط زخات محلية من المطر أحيانا مشاهدينا فاصل ونواصل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزل الحراري من أيريام لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرارة التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستبقى تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة وبالتالي تكون الأجواء باردة نسبيا نهارا باردة ليلا وبتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها وهذا واضح فالأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة أيضا غايمة جزئيا سقوط زخات محلية متفرقة من مطر خاصة في شمال ووسط المملكة الصغرى المتوقعة ثمانية والصغرى الملموسة بحدود سبع درجات أيضا رطوب النسبية مرتفعة وهناك فرصة لتشكل الضباب خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول وبالتالي يتدنى مدى الرؤية الأفقية في هذه المناطق نحذر الجميع بأخذ الحيطة والحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الأحد أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا في فترة الصباح وحتى ساعات الظهيرة وما بعد الظهيرة بقليل هناك فرصة لسقوط أمطار محلية بين الحين والآخر خاصة في شمال المملكة قد تصل أيضا إلى بعض مناطق المناطق الوسطى من المملكة والعظمى المتوقعة 15 طبعا أقل من المعدل أقل من المعدل درجات الحرارة يوم الأحد على الأقل بحدود 9 إلى 10 درجات مئوية لأن معدل عظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو بحدود 25 درجة مئوية المتوقع يوم الأحد بحدود 15 الأجواء أثناء الليل أثناء الليل أجواء باردة وأيضا درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 9 درجات مئوية يوم الأحاق الأثنين تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع وتبدأ الأجواء بالاستقرار فتكون الأجواء مشمسة بالنهار لطيفة في ساعات الظهيرة باردة نسبيا أثناء الليل والعظمى بتكون 18 والصغرى 11 إذن تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاته الثلاثاء تولي درجات الحرارة ارتفاعها بتكون ما بين 22 إلى 24 أجواء لطيفة في النهار إلى معتدلة تقريبا لطيفة في بداية الليل لكنها تميل إلى البرود بعد منتصف الليل العظمى المتوقعة زي ما حكينا ما بين 22 إلى 24 تقترب تدريجيا من معدلاتها والصغرى بحدود 13 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة نبدأ في المناطق الشمالية أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا فرصة لسقوط أمطار محلية متفرقة بين الحين والآخر إربد 21 عجلون 18-19 جرش 20-10 والمفرق 18 إلى 9 درجات مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 17-10 مأدبة 15-9 عمان 15-9 الزرقاء 19-10 البحر الميت 25 إلى 18 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 16-9 الطفيلة 15-9 الشراح 13-8 ومعان 18-9 العقبة معتدلة في النهار لطيفة بالليل 27 إلى 18 درجة مئوية وطبعا نتيجة لنشاط الرياح الغربية والشمالية الغربية هناك فرصة لإثارة الغبار والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية الأزرق 22-11 والصفاو 21-9 والرويسة 22-10 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله نشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المترجم للتطوير العقاري